اشتركوا في القناة يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب ان شاء الله هنشتغل النهاردة مع بعض زي ما عدناكم في الحلقة بتاعت كلاس 5 هيبقى التركيز بتاعنا الاساسي النهاردة على ان احنا نخلي المحاضرة كلها عبارة عن tips and tricks بداية لما نبدأ نتكلم بس في البقاء زي ما اربحت احنا قبل كده انا احمد سعد دكتور اسنان دفعة 2011 جامعة اسكندرية البوستكلادي بتاعتي في مجزيلو فيسل سيرجري في 2019 في جامعة تونطا انا في اكتر من كونجرس والحمد الله عملت اكتر من كورس في مصر ودية ال contact information الفيسبوك اكاونت والانستجرام والجيميل والواتساب واليوتيوب خلينا نبدأ نشوف او نبدأ نهاردة المحاضرة بال most common complications اللي بتبقى موجودة معنا واحنا بنشتغل حالات كلاس 5 دايما بنقلق من حالات كلاس 5 شوية اسباب مهمة جدا بعض ما بتخلص الكيس بتلاقي المريض جايلك مثلا بعدها في يومين ثلاثة او لك خد يا دكتور الكمبوزت بتاعك او الحشبت تحتك ويعد كلها هيدا اول مشكلة بتقابلنا دايما هي مشكلة ال debonding تاني مشكلة بتقابلنا هي مشكلة الجنجفل انفلاميشن كمان ال discoloration احيانا بيبقى فيه line of demarcation سواء كان سيرفيكالي او الميكرو جيبز اللي ممكن تكون موجودة خاصة بتكون سيرفيكالي شوية بقى الحاجات العديدية اللي احنا معتمدين او المعتادين عليها في الكمبوزت بقى الحاجات العديدية سواء كانت خلاني ابدأ نشوف ال work flow بتاعنا بيمشي ازاي في حالات class 5 هو مش هيبقى فيه اختلاف كبير ما بين حالات class 5 والكمبوزت العادي ولكن فيه نقطة مهما جدا عايز اركز عليه احنا بنبدأ طبعا بنعمل diagnosis واناليسس بعد كده نختار ال shade اللي احنا عايزين نعمله اسوليشنز نعمل وبعد كده نحط الكمبوزت ولكن فيه نقطة هنا مهمة جدا حابب stress عليها شوية وهي فكرة ال analysis وال diagnosis ال analysis وال diagnosis اللي بيبقى موجود عندي احنا عندنا نوعين من class 5 او عندنا نوعين من cervical lesions النوع الاولاني بنسموه caryous lesions وده بيكون السبب الاساسي هو caryous non-curious cervical lesions وده بيكون السبب الاساسي ل defect ما بيكونش caryous بيبقى فيه بعض الاسباب الاخرى زي ال abrasions زي ال erosions زي ال abfractions طيب هل treatment هنا وهنا بيختلف؟ لا هو treatment هنا وهنا في النهاية بيبقى filling لل defect اللي بيبقى موجود عندي ولكن مع non-curious cervical lesions لازم اخد بالي كويس جدا في ال diagnosis عشان اقدر احط treatment plan مضبوطة لانه هيكون فيه extra treatment او فيه حاجات زيادة شوية هتتعامل عن caryous cervical lesions بمعنى لو patient ده مثلا بيشتكم من او حصل defect نتيجة abfractions ده معناها ان انا عندي مشكلة في ال occlusion فانا محتاج ابدأ احلها او ابدأ اشوفها والله هحط لل patient ده night guard او splint او whatever technique اللي احنا هنشتغل به او على حسب الكوس بتاع excessive occlusion load هنبدأ نحط treatment بتاعته طيب لو patient ده مثلا حصل عنده abrasions نتيجة انه هو احيانا بيستخدم tooth brushing aggressive شوية او عنده بعض functional habits بتخليه مثلا يحك في اسنانه او بيعمل اي حاجات غير طبيعية يبقى لازم patient ده يبطل العداد دي لو السبب بتاع ده مثلا كان erosions فاحنا برضو محتاجين ان احنا نعمل evaluation للpatient علشان نلغي السبب الرئيسي لدفكت اللي موجود عندي قبل ما نفكر في فكرة feeling طيب زي ما قلنا احنا عايزين شواء الله نخلي المحاضرة النهاردة ما هي اللي عبارة عن clinical tips and tricks تسهل عليك الشغل وانت شغال ان شاء الله في المحاضرة هنتكلم على الجزئين الجزء الاولاني خاص بclass 5 في anterior teeth والجزء التاني هنتكلم على class 5 في posterior teeth دعنا نبدأ باول كيس موجودة معنا الكيس اللي موجودة عندنا هي case anterior ده patient عنده class 5 class 5 موجود في lateral موجود في central موجود في central موجود في central تانية adjacent احنا كنا عملنا lateral وكنا عملنا القناين في visit قبل كده اول trick معنا المفروض ان احنا ناخد بالنا منها ان احنا must apply a retraction code قبل ما ابدأ اي شغل خالص انا بفضل الرتراكشن كورد يكون impregnated اي هنا اهمية الرتراكشن كورد معايا الميزة الاولانية الرتراكشن كورد ان هو اول حاجة هعمل control bleeding في بعض الكاسز بيكون فيها gingivitis او بيكون فيها gingival bleeding وانت بتشتغل وده بيخلاكش تبه بيأثر على vision بتاعتك طيب الميزة التانية الرتراكشن كورد ان هو هعمل الرتراكشن للجنجفة وبالتالي اقضى اعمل marginal acquisition بشكل كويس وبالتالي ده برضو هيديني الميزة التالتة ان انا اقدر اعمل cavity preparation بشكل كويس وفينيشن للcervical margins اللي موجود عندي بشكل افضل التالت من الميزات الاساسيين دولت دولت ان انا باخدهم من الرتراكشن كورد في ميزة رابعة انا كمان بستفيدها من الرتراكشن كورد وهو ان انا بحدد هل الكاس دي اقدر اعمل لها isolation جاست عن طريق ان انا استخدم الفلوستوي ولا انا محتاج extra mean of isolation يعني هحتاج clamp او auxiliary clamp عشان يعمل local retraction في الاريا اللي موجودة عندي دي دايماً لما بركب الرتراكشن كورد وبلاقي ان المارجن بقى حصله acquisitions وبدأت انا خلاص شايف المارجن completely او completely seen او المارجن بقى super gingival بعد تركيب الرتراكشن كورد ده معناه ان الفلوستايت is enough to retract the gingival and to get idle isolation طيب لو انا بعد ما ركبت بعد ما ركبت الرتراكشن كورد لقيت ان استلي المارجن بتاعي sub gingival تحت الجنجفل وبالتالي هنا انا محتاج تشو retractor clamp محتاج active clamp محتاج clamp يعمل retraction للجنجفل ويبين لي المارجن اللي تبقى موجودة عني لو انا ببدأ ابص مثلاً هنا على الكيس بتاعي لو انا جيت ابص على central بعد ما ركبت الرتراكشن كورد انا حاسس ان المارجن هنا sub gingival فانا في ال right central انا محتاج clamp طيب لو انا بصيت على اللاترال اللاترال اللي موجودة عندي هنا انا بعد ما ركبت الرتراكشن كورد انا قادر اشوف كل المارجن بتاعي so it is enough ان انا استخدم رتراكشن كورد طيب في حالات class 5 احنا بنستارت الدريلنج بتاعنا بان احنا بنعمل cares removal concept احنا بنبدأ نشيل الكارز اللي ببقى موجود عندي وانا ببدأ امشي ورا الكارز بعد ما بتخلص الكافيتي بتاعك بتبدأ تلاقي نقطة هنا مهمة جداً لفكرة ال bevel هل هعمل bevel في كل المارجن اللي موجود عندي ولا بعمل bevel في specific area انا دايما بعمل bevel في ال incisal margin او الجزء كورونا المارجن اللي ببقى موجود عندي هنا ده بسا لكن ال cervical margin بتاع الكافيتي ما بعملش فيه bevel اطلاق للسببين مهمين جداً السبب الاولاني ان ال cervical part ده بيكون في cervical enamel وال cervical enamel ده انا لو عملت bevel يبقى انا حقصر cervical enamel ده وده ال gold standard بالنسبة لي في البوندنج طيب السبب الثاني ان انا لو عملت bevel انا بصاحها بال isolation بتاع الكاس ومش هقدر اعمل perfect isolation او at least هحتاج وقته طويل جداً وانسترونس كتير جداً وطولز كتير جداً عشان اقدر اعمل perfect isolation فلا ما بعملش اطلاقاً بيفل في cervical part ولكن انا بعمل بيفل في الانسيزل part of the cavity طيب لو انا ببص على البيفل هنا المفروض البيفل بتاعي بيكون 45 degree وان تو تو مليمتر باخد واحد او اتنين ميلي 45 degree وابدأ اعمل البيفل بتاعي بعد ما بخلص البيفل دابل بير بابدأ استخدم ديسك وبستخدم الديسك الازرق او الاخضر الblue coded او green coded وابدأ امشي على البيفل اللي انا عملته عشان يعمل smoothening للبيفل ما يبقى فيه اي line of the markations بعد كده ويديني في النهاية حاجة اسمها infinity margins يعني المارجنز بتاعتي هو كأنها نزلة على ما لا نهاية احنا بنقولوها كده بالبلد عندنا كانها نزلة على ما فيش تمام؟ طب ده حيفيدني في ايه؟ ده حيفيدني لما اعمل overlay او احط الكمبوزيت بتاعي هتبقى الكمبوزيت داو is different sickness فيبدأ ما يحصل له blending ما بين الكمبوزيت وما بين two structures وما باش شايف ال line of the markations او ما باش شايف اي فارق ما بين الكمبوزيت او two structures طيب لو كان الكمبوزيت just one third just one third just one third just على اتساخCam at the cervicals that is enough perk ان انا اعمل one to two millimetros لو the extension 라는 care is extended لغاية نص السنة لو اسنتها دة اتنصها كله كانتennDR part ببعنى كده ان انا بدأت ااخد one third ونص third التاني كمان اللى هو middle third اللى موجود عندي انا بفضل ان انا اعمل البرباريشن بتاعتي يعني بخلي البرباريشن على البيل سيرفس كله ولكن بسيب واحد ملي بس انسايزلي ما بشيلوش بيجي على ما فيش بتاعي عند الانسايزل كده ويقف طب ايه الميزة او ايه الفكرة ان الانسايزل بارت اللي موجود عندي كله داتا وكله حاجات بسيطة كده انا محتاجها زي ترانسلوسنز زي اوباليسنز لو انت شلتها وحاولت تعملها انت كده بتصعب الموضوع عليك ولكن انا لو نزلت بالبرباريشن بتاعي وجيت عند الانسايزل ونزلت على ما فيش لما الكمبوزت حينزل حييجي عند الانسايزل سيرد ويبقى اقل سيكنس فيبقى ترانسلوسنز الكمبوزت هيبقى ترانسلوسنز يقدر يشف كل الديتيلز اللي موجودة في الانسايزل بارت وابدأ اطلع ايساتيك رستوريشن شكله زريف وشكله جميل طيب لو جينا زي ما قلنا نبص مع بعض على فكرة هل هنا التوز دي ده طبعا هنا محتاج كلام لان المورجن بعد الريتراكشن كورد وهنا المورجن بعد الريتراكشن كورد بقى سوبرا جينجيفل فانا قدر اقول او ايكا جينجيفل اقدر اقول ان هنا الفلوس طوي هتقدر تحللي المشكلة بدون اي مشاكل خلينا نبدأ زي ما قلنا هنا اللاترال هتبقى بالفلوس والسنترول هتبقى بالكلام الكلام اللي هستخدمه هنا الكلام اللي هستخدمه هنا هيكون single arched clamp 44 او B4 44 بتاع KSK او B4 بتاع Brinkers او B4 بتاع شركة TourVM وده تقليد من شركة Brinker بتاع شركة TourVM بس بيبقى الفرق بتاعه في السعر بس بيبقى رخص شوية ميزة الكلام اللي هو single arched الجو بتاعه صغير هيقدر يعمل لي Retraction لتوس هيقدر يعمل لي Retraction للجنج بقى بشكل بسيط وسهل ويعمل لي مورجن اكوزيشن بشكل اقدر اشتغل عليه زي ما انا عايز من غير ما يسبب لي اي مضايقات او يليق لي الفلد بتاعه طيب هنا زي ما احنا شايفين احنا عملنا طبعا التبل isolation لان single arched ضعيف جدا ما اقدرش اعتمد عليه اذا anchor clamp يبقى انا لازم الاول اعمل من الفور للفور ايزوليش اعمل من الفور للفور وانا محتاج locally عند الحتة اللي فيها class 5 دي ابدأ اعمل local retraction فانا هنا زي ما اتفقنا هحتاج في two centrals clamps لكن هحتاج في lateral just ان انا محتاج floss toy كفيلة ان هي تعملي Retraction للجنج بقى اللي موجود عندي كان عندنا حتى slightly exposed افناها بالتفلون هنا كده بالزبط تمام وعملنا isolation وانس ان انا وصلت للمرحلة دي انا خلصت الكيس ابقى اعرف ان انا خلاص الخطوات اللي هعملها كلها very 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 simple دعنا نبدأ نشوف ايه اللي ستيبس اللي عندنا كده اول خطوة بالنسبة لي سابدأ هنا خط هنا عملنا isolation كل خطوة بالنسبة لي سابدأ احط band بتاعتي والband هنا هحطها as a guard as a guard عشان ال etch وعشان البوندنج ما يمسكش في ال adjacent طيب انا هنا هعمل selective etching على ال enamel all around على الجزء اللي موجود عندي هنا ده هنا 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 cervical طيب احيانا ال cavity بتاع بي extend cervical لغاية ما بيعدي ال level بتاع ال enamel وينزل على ال level بتاع ال cementum هل انا محتاج اعمل ال etching لا بعمل ال etching على ال enamel فقط يبقى هنا enamel 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 لو الحتة دي سمنتر مش هعملها لو الحتة دي enamel هعملها طيب والجزء اللي في نص الدينتين انا مش محتاج اعمله etching ليه؟ لان البوند اللي هستخدمه هيكون universal bond او self etch bond ويفضل يكون universal bond containing mdb تمام؟ عشان ازود البوند strength اللي موجودة عندي بعد ما عملت etching هعمل ووشن كويس جدا جدا بعد ما عملت ال washing هبدأ اعمل dryness والدراينيس بتاعي مش هيكون by air هيكون by negative pressure ان انا اعمل suction لل excess water هفزة استخدم المايكروتيب على high suction بتاعت المايكروتيب بتاعت السرجيري احنا كنا نزلنا فيديو عليها او تكنا تكلمنا فيها قبل كده في الفيديو بتاع composite complications هنبدأ ان احط المايكروتيب دي تشلي كل ال excess water اللي موجودة عندي من غير ما عمل dryness بال air بعد كده ابدأ اعمل application لل bond ابدأ احط اول layer من البوند اللي موجودة عندي اعمل لها active brushing او rubbing ان انا اوزع كل البوند بتاعي على lipial surface بعد كده اعمل sending للبوند عن طريق low stream من ال air حاجة بسيطة على lipial surface اتأكد الاول ان الحاجة بسيطة بسيطة مية احسنة احيانا بيحصل لغبطة بعد كده ابدأ اعمل curing لمدة 20 ثانية segmental يعني 10 ثواني او separated 10 ثواني و 10 ثواني بعد كده ممكن اعمل اكسرا كمان 20 ثانية لو حضرتك حابب بس احنا هنا في الحالات ال anterior اللي بتبقى light cure تقريبا لزقة في two structures ان احنا نعمل 20 ثانية هنبدأ نحط layer by layer اهم نقطة بالنسبة لي ان انا اعمل adaptation جدا جدا للlayers التاعتي هستخدم process في final layer عشان اكد وعشان ما يبقى عندي بيتد surface بعد ما خلص خالص ابدأ هنا خلصت على الجزء central ابدأ احط layer من ال flowable composite لو بصنا هنا ستجد layer صغيرة من ال flowable بعد ما عملت تتجد ستجد layer من ال flowable composite خاصة في cervical part احيانا باختة layer المطه برغم ان اللاير من الفلاوبل سيحصل لها تقريبا هتروح كلها بالفينيشنج والبولشنج بحطها لي النقطة الصغيرة او دروب الصغيرة وابدأ افردها الفلاوبل عمتا الادابتاشن بتاعه بيبقى احسن من البيست كومبوزيت وبيبقى اسهل وبالتالي بقدر اجيب منه سيل للمورجنز بشكل افضل احيانا ممكن بعد ما تام من البلد اوب حتت من المورجنز تبقى فيها زي مايكرو جابز مايكرو جابز الصغيرة دي وانت بتعمل فينيشنج بتطلع شوية سمير لايرز او بورتكلز اللي تبقى تبدأ تملى مايكرو جابز دي فتلاقي في النهاية زي ويت لاين خفيف كده طيب علشان اتجنب هذا الامر بعد ما بخلص الكمبوزيت خالص قبل ما خلصت كيورنج خلص كل حاجة اجيب نقطة من الفلاوبل ومجاة احطتها على الليبيل سيرفس اعمل الادابتاشن كويس اموزحها على الليبيل سيرفس كله كما الاول بعد كده ممكن ازود حتى على الليبيل سيرفس كله عشان لو السيرفس بتاعي مش معموله ادابتاشن بشكل كويس تبدأ تملى الفايدز او الكابز اللي انا مخدتش بالي منها او البيتت سيرفس او السيرفس اللي هو فيه زي بيتت صغيرة كده تأثر عليها في الفينيشنج والبوريشنج بعد ما بتخلص غالباً الليير بتاعت الفلاوبل الكامل كلها بتروح بس انت حطتها علشان ما يبقاش عندك في النهاية او تسهل عليك خطوات الفينيشنج والبوريشنج وما يبقاش عندك جابز ولا فايد بعد كده طيب بعد كده هنبدأ نشتغل على الاترال زي السيم كونسيبت اتنين باند الباندز دي ازا جارد عشان ما يحصلش اتشنج ولا بوندنج لالادجيسنت بعد كده هنبدأ نعمل اتشنج بوندنج سيننج البوند ابلكيشن لالكمبوزيت لاير الفلاوبل بعد ما نخلص ابليكيشن لالكمبوزيت كده افريسنج از اوكي هنا هنبدأ نعمل فينيشنج والبوريشنج خلي ابقنا في حاجات الفينيشنج والبوريشنج دايما ان انا ببدأ امشي الاتجاه بتاعي بيكون من السيرفايكال بارت لالانسايزل بارت وكمان منساش الترانزيشنال لاين انجلز اللي بتبقى موجودة عندي مهم جدا ان انا اعمل لها ريبرودكشن عشان ابدأ احافظ على الناتشرال ابيرانس بتاع الانتيريورتيس اللي موجودة عندي ده اللاترالز الرايت سايد وده الليخت سايد خلينا نشوف كيس تانية برضو انتيريور عايزين نتكلم فيها على تريك تانية معينة كمان الكيس دي كان عندنا فرصة كمان ان احنا نعمل فولو اوب لتر اون احنا هنا هنشتغل على السنترال واللاترال والقناعين انا دلوقتي الدكومنتد هنا على اللاترال لان هي كان فيها تريك لما بدأنا نعمل كيس ريموفا للاترال كان الكيس بتاعنا اكستند من السيرفايكال بارت للبروكزيمال اميزيال ودستان وبالتالي ونظرة اللي انا كنت عارف ده من الاول في الدياجنوزز كنت قريدي واخد الاندكس قبل ما ابدأ البروكزيمال والاندكس دي ساعدتني بعد كده ان انا احط الاندكس وابني البلا تلشيل لاير وحط الاثنين باند وكمل البلدوب بتاع التوزي لو جينا نبص هنا على الجزء ده ده الجزء بتاع البريباريشنز او بعض البريباريشنز اللي موجود عندي ولكن دايما بيكون عندنا مشكلة احيانا الاسوليشن هنا بدأ باستخدام الكلام طيب لما في وجود الكلام هحط الاندكس ازاي مش هعرف حط الاندكس طيب يبقى انا محتاج ان انا اشير الكلام وفي نفس الوقت الكلام ده هو اللي محافظ على الريتراكشن بتاع الروبردام طيب في وجود الكلام عملت جايد الفلوس حطيت الفلوس بتاعي جبت الفلوس في وجود الكلام وعديته من فوق البو بتاع الكلام ونزلته طبعا هنا كده كده الفلوس حينزل غاية تحت الليفل بتاع الكلام اول ما ابدأ اربط او اعمل تايتنينج للفلوس هتبدأ يحافظ على الليفل اللي هو مور ابيكال زان الكلام لان هو حصل له تايتنينج جايد بالكلام هنا في الصورة اللي بعدها شلت الكلام بعادي وانا مش الان لان انا خلاص ربطت الفلوس في وجود الكلام يعني عديت الفلوس من على الكلام بروبطته فهو موجود في المست ابيكال بارت اللي موجود عندي اقدر خلاص دلوقتي ان انا حط الاندكس اهو اقدر ان انا حط الاندكس طيب في بعض اللي كاترة بتقول فيه تريكة تانية زريفة خالص طيب ان تانية تعمل كل اتها طبعا انت ممكن تبني الجزء السيرفايكال دهو بتعمل اتشينج وبوندينج وتحط لير من الفلواب الكمبوسيت اللي موجود عندك او من الكمبوسيت واتيفر ولما تحط اللير دي اتمنى الكمبوسيت ممكن تكون اكستندد شوية على الروبر دام اللي موجود عندي كأنها بتسيل كده وتعمل لها كيورنج وده حيستفيد منه لانت لما تشيل الكلام حيفضل الروبر دام ثابتة في مكانها بتأثير الفلوابول عندي الجزء السيرفايكال الاول وبعد ذلك اكمل الجزء بلonna البروبر دام ا privileمال البرو بلا 200A ولا اكون جزء ثابتته بمكانك في مكانebس انتب discoursed الزيارة اللي بعدها عملت الكنين وكان عندي فرصة ان انا بعدها بسنة ان انا اشوف الريزولتس بتاعتي اخباره ايه ادي الكنين و ادي الاترال و ادي الكنين المصباح والمصباح لكله اخرى عدد ان ارى الهجيم الشغيرة الزيارة سنفعل الفرصة ارجو اردوكم انفس التركة ان اردونا ايكا الركايف ادبا اول صورة عندي ارجو اربط الفلوس في وجود الكلام ومع فعلت تايتنينج للفلوس خلاص انا اقدر اشيل الكلام باللي موجود عندي واشتغل لتر اون زي ما انا عايز ما فيش اي مشاكل خالص اوكي طيب خلينا نشوف كيس تانية في الكيس دي هنشوف تركها حلوة جدا خاصة بالتحديد او الروبر دام ايزوليشن بالتحديد انا عندي هنا كلاس 5 في اللاترال وعندي هنا كلاس 5 في الكنين اول حاجة اريد اركبها هو الريتراكشن كورد اعملت الكافيتي بريبريشن بتاعي وكمان اعملت سموسنينج اللي موجود عنده اعملت البيفل اللي موجود عندي هنا هنا الكافيتي بتاع اللاترال دهو اكستندت شوية لغاية مور وان سيرد فانا ممكن ازود البيبريشن بتاعي على الجزء اللي موجود عندي هنا كأنه بعمله ازاليبيا الفينير بس بالنسبة للانسايزول انا مش محتاج اطلاقا ان انا اشيل اي حاجة ولا اعمل في اي بريبريشن بالعكس انا عايز انزل بالانفانيتي مورجن بتاعي عند الانسايزول اتج وابدأ اقف طيب هنا لو انا ببصى على التوس اللاترال وببصى على التوس الكنين الكنين هل الريتراكشن كورد زناف؟ لا هل الفلوستوي زناف ان اتعمل لها ريتراكشن؟ لا لماذا؟ لان انا لو استخدمت بعد ما نكبت الريتراكشن كورد زنافاني يصاب جنجفال لابد انا محتاج كلام يعني الريتراكشن للجنجفال فاستخدم هنا 44 ب4 سواء كان ب4 تور في ام أو ب4 برينكرز شركة كوردين طيب الريتراكشن هنا ممكن تيج ولكن الافضل برضو ان انا استخدم الكلام ببتاعي خلينا نشوف التريكة اللي احنا عايزين نتكلم عليها ونعمل بانشنج نعمل بانشنج للهولز بتاعتنا في الروبر دام دولة الاتنين توتيس اللي احنا هنشتغل عليهم الاولانية هنبدأ نعمل البانشنج بتاعها بس هنرحله 1 مليمتر باكل وهنا كمان هنرحله 1 مليمتر باكل يعني لو دي اللاترال ودي القناعين هنرحل ده 1 ملي باكل وهنرحل ده 1 ملي باكل زي ما انا عامل هنا كده بالظبط كمان في تريكة مهمة جدا ان انا هوسع المسافات ما بين الهولز وبعضها طيب ده هيفيدني في ايه ليه طرقون لما تيجي تشتغل هتلاقي شايف الجزء ده روبر دام مش مشدودة هنا بالعكس ده عاملة كومبليت ريتراكشن للجنجفا البابيلا اللي موجودة عندي هنا ليه؟ لان انا رحلت الهولز بتاعت اللاترال والكنينز عن الارش 1 مليمتر باكل مش بس كده انا وسعت المسافات ما بين الفور والكنين واللاترال بس ما خدتش بقى لي او نسيت وما وسعتهاش ما بين اللاترال والسنترال ما ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الروبر دام بقت مشدودة جدا وبالتالي في جزء من البابيلا بدأ يظهر معايا ده ممكن يؤثر معايا على الائزوليشن طيب انا قريدي حصلت معايا المشكلة حلها ازاي؟ ولا حاجة وانس ان انت هتحط هنا هو تيفلون باكينج لتيفلون او ليكويدام او لحط مثلا ويتش والويتش ده هيبدأ يعمل باكينج للجنجبا او البابيلا اللي موجودة عندي دعنا نشوف الصورة اللي بعدها زي ما احنا شايفين اهو احطينا الويتش عمل باكينج الباند عشان يبقى اعمل سيل بشكل كويس البربرائشن بتاع اكستندد لغاية تقريبا الوان قبل الانسايزة الاج بوان مليميترز كأنه بقى ليبيا البينير سموسنيج على ليبيا السيرفس كويس القناين ذا السين معادة الوان مليميترز على الانسايزة الاج وده قلناه لما بيكون الكيرز بتاعي اكستندد مور زان وان سيرت اوف الليبيا السيرفس وزا توست ان احنا نعمله اذا ليبيا الفينير لو الكيرز بتاعي عدى وان سيرت يعني بتقريبا بقى نص وان هاف نص السنة تمام يبقى انا الافضل بالنسبالي ان انا اعمل البربرائشن بتاع اذا ليبيا الفينير ولكن احافظ على الانسايزة الاج عشان احافظ على الديتيلز اللي تبقى فيها وما رجعش اعمل لها تاني هنا مستخدم باند سيلويت باند او كلير باند من تور في ام سكشنل بعد كده نبدأ نعمل بلد اوب نفس البروتوكول في اللاترا وحلاق الكولر بتاعي ستيبل مفيش في اي مشاكل خلينا نبدأ نشوف الكيسز البوستيريور احنا هنا اتكلمنا على data cases anterior قلنا فيهم شوية tips و tricks خلينا نتكلم على الكيسز البوستيريور ونشوف برضو شوية tips و tricks فيهم نابعة نعم طيب انا عندي هنا class 5 في L7 class 5 ده زي ما احنا شايفين هنبدأ نعمل هنبدأ نعمل retraction اهم نقطة بالنسبة لي انا هنبدأ بالretraction بعد ما عملنا شوية carries removal حابة احط retraction code اللي موجودة عندي اول ما احطت retraction code حيبدأ يبين لي details والمرجن بتاعي مثلا عندي slightly cervical enamel just ان انا محتاجة اعمل له smoothening ووش هعمل له bevel خالص just ان انا محتاجة اعمل له smoothening طيب ال isolation هنا التركة كلها بتتلخص في ال isolation ال isolation هنا انا هستخدم clamp وده active clamp في البوستيريورتيس ده الجوكر بتاعي في العيادة في الكيس اللي بيبقى فيها class 5 بعد كده ابدأ اتأكد لما احط الكلام ان هو يكون completely stable ال peaks بتاعت الجو تحت المرجنز بتاعتي من ال buckle side وكمان ما يكونش ماسك في الجنجفة او ماسك فوق الجنجفة في lingual side خلي بالك بعد كده ابدأ اركب ال rubber dam في وجود الكلام كاني حسقط ال rubber dam من فوق الكلام اللي موجود عندي هنا احيانا بيكون في الجزء الصغير اللي هنا في الجو ده هوت حتة صغيرة محتاجة تتعامل لها seal فانا استخدمت الدفلون عشان اقدر اعمل ceiling للأريا اللي موجودة عندي هنا ما بين ال two teeth ابدأ احط band والband دي as a guard عشان ال etch وال bond ما يعملش مايقصرش على distal side بتاع distal side بتاع 6 بعد كده ابدأ اعمل نفس الكلام etching bonding and build up هنا اعتمد مني على freehand build up ولكن خلي بالك من النقطة صغيرة جدا بالنسبة للجزء الاوكلوزل side من الكافيتي هل انا محتاجة اعمل هنا في بيفل ولا لا اه هعمل بيفل بدام انا still لسه ما وصلتش على الاوكلوزل third طيب لو الكافيتي بتاعي extended على الاوكلوزل third وبقى نازل في stress bearing area او نازل علي فورصة انا هعمل في بيفل لا مش هعمل في بيفل خالص انا بعمل بيفل على libel surface بس في الاماكن اللي مفيهاش stress bearing area بعد ما عملنا البلد اوب ما تنساش بعد ما تخلص الكمبوزل تحط نقطة في الوابل على cervical part ونقطة كمان على libel surface كله عشان تحسن الادابتاشن وتسهل عليك finishing والpolishing وهنا بعد ما خلصنا البلد اوب بتاعنا بتاع التوز التريكل التريكل الوحيدة في الموضوع او اللي بيسهل كل الديتيلز بتاعتك هي ان انت توصل للمرحلة دي مرحلة الاسوليشن وانس ان انت وصلت مرحلة الاسوليشن اللي موجودة عندك خلاص انت خلصت الكيس بسهولة جدا جدا بحالينا نبدأ نشوف كيس تانية بس المرة دي upper زى السئيم تكنيك بعد ما شلنا الكافيتي او عملنا preparation او شلنا الكيرز محتاجين نبدأ نركب retraction cord ونبدأ نحط الكلام ونتأكد ان الكلام بستيبل تحت المرجن سوري نتأكد ان الكلام بستيبل تحت المرجن بتاعنا اللي دي لقطة مهمة جدا 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 وما يكونش مأثر او مدايق معايا في البلدة بعد كده اسقط الroبردام في وجود الكلام بص على الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عليه شايف الفراغ اللي ما بين الجوم وبين المرجن بتاعي حتى اللي ما فيهاش idl seal اللي هنا ما فيش seal بشكل كافي او ممكن يعمل لكيج وانت ما تشوخد بالك عشان اقدر اعمل لالاريا دي برضو نفس الكلام هنا عشان اقدر اعمل لالاريا دي بنا ابدأ اعمل باكينج لتفلون فعلا اعملنا هنا باكينج لتفلون الاريا اللي موجودة عندي ديت عشان اضمن ان السيل بتاعي بشكل او 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 ان انا عندي اه اكسلانت سيل طيب علشان كمان فكرة التفلون انت بتعمله باكينج بتلاقي ان هو دايما بيلزق في الانسترونس فالحل ببساطة جدا ان انت تتخلي الفيلد بتاعك دراي والانسترونس انت تشتغل بها تكون وات التفلونس the hydrophobic material وبالتالي اقدر اعمله باكينج بسهولة ومش غير ما يلزق الانسترونس بعد كده نخلص البيلد اوب بتاعنا بشكل مزبوط وكأنه شيئا لاي لم يكنوا تعمل فنيشنج وبولشنج خلينا نشوف كيس بقى تانية بيكون فيها بعض الموديفكيشن وهو ان الكيرز اكستندد على الموديفكيشن ومش بس كده دا كمان اكستندد في البروكزمال سورفس اللي موجود عندي كان تقريبا هنا لو ناخد بقالنا هتلاقي الديستال سايد بدأ يحصل له افكشن بدأنا نشيل الكيرز اللي موجود عندي بعد ما شهدنا الكيرز لقينا ان احنا عندنا كافيتي خلي بالك هنبدأ ان يحط الكلام بال W8A كلام بال W8A الجو بتاعه هنا كبير ونتوس هنا حجمها صغير فانا لو عايزة حط باند وماتريكس في الجزء الديستال مش هعرف لان الجو و البيكس بتاعته افل على الجزء الديستال حتمنع السيتنج بتاع الباند خاصة لو الكيس دي كمان كانت ديب طيب انا محتاج استخدم كلامب يديني نفس الاكشن بس يكون الجو بتاعه صغير فعشان كده انا لجأت بي وان بي وان شركة برينكر عندها نفس الكلام نفس الديزاين تقريبا ولكن اختلافات بسيطة ما بينه ما بين ال W8A ان الجو بتاعه حجمه صغير تمام الجو بتاعه حجمه صغير وبالتالي بص هنا الجو هنا من فين لفين التاني كان ال W8A هنا تقريبا طيب انا امتى بلجأ له؟ بلجأ له في الكيس لما بيكون بلجأ له في الكيس لما بيكون التوس ميزيو ديستال صغيرة فابدأ احط الكلامب بتاعي فالجو حيبقى مش مؤثر على الديستال اللي موجودة عندي ومش حيمنع السيتنج بتاع الماتريكس بتاعتي طيب بعد كده هنبدأ نعمل ال Build Up بتاعنا The Same Concept هنا زي ما قلنا لو جينا نبص هتلاقي للاتنين نفس الأكشن الفرق البسيط هو الجو بتاع ال B1 اصغر شوية من ال W8A وخلينا خلينا كون معك سريح في حالات Class 5 بس انا بفضل W8A لان انا عايز جو كبير يقدر يعمل ريتراكشن للجنجفة بشكل اكبر او يديني W8A فنقدر اشتغل على كل Class 5 حتى لو ياخد بالكامل يبانا لو عندي Class 5 بس مفيش بقى بروكزي مالكيرز اكستندد معايا يبانا افضل بالنسبالي اللي هو ال W8A طيب او هو من لي معظم الكيس بشتغل فيها طيب لو لقيت ان الكيس بتاعتي الطوز بتاعتي دي حجمها صغير وان البيكس بتاعت الكلام هتمنع او مش مدياني رومين كافي ان انا قدر اشتغل ساعتها ببدأ اولجأ الكلام لانه هديني نفس الاكشن واناكن بجو اصغر لو اجد تجرب ال B1 في حالات Class 5 هتلاقي ان الربر دام مجدودة من حتة معينة خاصة لو Class 5 ده اكستندد شوية على الباكال سيرفس وداخل يعني عند البروكزي مالميزيال او دستان مش هيديك الايزوليش هنلتك فساعتها ال W8A هيبقى بالنسبالك احسن حسنا احطنا البند ازا جارد لكي لا يحصل البند ازا جارد لكي لا يحصل انجري في الادجيسنت وكملنا البلد اوب وبعد ذلك اعملنا الفينشينج والبوشينج للكيس في بعض الكيس تأتي لك العيادة تجد البيشنت معها تبدأ تشيلد كراون اللي موجود عندك تجد البيشنت معها تجد البيشنت معها تجد البيشنج بالشكل البيشنت مع الكيس دائما بيكون صعب وفي بعض الناس بتبريفير ان هي تعمل الاول بريند ودونتك بلد اوب باستخدام التفلومير بان من غير البيشنج انا بالنسبالي لان انا باعتمد على بريند ودونتك بلد اوب لان انا بعمل لوس عند بلاستنج وبحط اعمل عليه اد اون لكمبوزت عادي فانا مهم جدا ان انا اعمل سيلنج على المورجنز بتاعتي بشكل كويس وفي نفس الوقت اعمل بلد اوب بشكل مضموط اعتمدت على حاجتين مهمين جدا ان انا استخدمت المين كلمب على التوس اللي انا عايز اشتغل عليه بعد كده ابدأ احط ممكن استغادة عن ال دابلو ايت اي في الان كورتوس واستخدم الكلام ستة وعشرين بعد كده اعملت البلد اوب بتاع التوس بعد كده اقدر اعمل الروت كنال تريتمنت وهنا شكل الاكس راي بتاع البلد اوب بعد كده اممكن اعمل الروت كنال تريتمنت بتاعي بسهولة البيند ودونتك بلد اوب بيوفر لي شوية حاجات استيبول ريفرنس بوينت اقدر اعمل عليها ريزرفور للإرغيشن برزرفشن للتمبري فدي من الحاجات اللي بيوفرها لي البيند ودونتك بلد اوب وانا من الناس اللي بتفضل فكرة البيند ودونتك بلد اوب في الاندو اخر كاس موجودة معانا هي ابر سيفن الابر سيفن ده لحد ما يعني دستراكت بشكل كبير جدا احنا هنشتغل عليه ان احنا نعمل له هنا طبع ما انتم شايفين الديستراكشن كبير جدا جدا ولكن انا هنا عملت قصية الجنجفة دي خالص بالمشروط بعد كده حطيت الكلام ببتاعي بعد كده حطيت التفلون بعد كده حطيت الكلام وطبع الكلام في تشويس هيكون بعد كده عملت البيلد اوب اللي موجودة عندي طبعا انا عملت عن طريق الحتة اللي بيكون فيها الجو شايفين برضو هنا نفس الكلام السيل بتاعي مش ايديال فانا هبدأ اعمل باكينج للتيفلون كمان سيل البلب شيمبر في تيفلون عشان احافظ عليها بعد كده عملت البيلد اوب اللي موجودة عندي باكينج للتيفلون وباكينج بعد كده حد اكمل البلد اوب بتاعي بشكل مزبوط ويبقى الموضوع ما بين الزيارات سهل او لا زيارات سهل الكيس دي احنا عملنا بعد كده سيرجيكال كراون لينسلنج على الليبيل سايد بحيث ان احنا نجيب توجين فيرل نقدر نشتغل عليها وعملنا كراون لتر اون هي كانت دكتورة اسنان زميلة لنا في نهاية المحاضرة اتمنى ان الجزء ده يكون فاتكم وان المحاضرة كانت بالنسبة لكم جزء كويس لو في اي حد عنده اي استفسار يسيبه ياريت نسيبه في الكمانتس الموجودة عندنا بنعتذر جدا جدا على العط اللي حصل في الانترنت هو اللي ما خلناش نقدر نزبط اللايف بتاعنا فعشان كده عملنا ريكوردينج ورفعنا تاني شكرا لحضراتكم جدا لو حد عنده اي استفسار يبدأ يسيبه في الكمانتس وان شاء الله نبدأ نرد عليها مع بعض في النهاية براكم شكر كمان شركة الاكزندريا وكيل نوردنت و اي في واوكدنت على السبونسرشيب بتاعاتهم لنا في اللايف شكرا لحضراتكم جدا